طيب، إزاي بقى الوسطية في الإنفاق؟ هو فيه حاجة اسمها وسطية في الإنفاق؟ وإزاي يطبقها؟ لو هي موجودة فعلا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى نص في القرآن وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا الإنسان يأكل ويشرب ويبتعد عن هذا الإسراف وسيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء قط أشرة من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يبقى إذن سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع منهج دقيق في الطعام والشراب والإنسان يشتري في الإنفاق عموما في كل مناح الحياة كل واشرب طالما كان هذا في غير كبر ولا مخيلة فالإنسان طالما هيأكل ويشرب ويلبس وينتقي سيارة جيدة ويعيش في منزل مهيئ كل هذه الأمور أمور جيدة جدا أهم شيء أنه يبعد عن الإسراف وفي نفس الوقت يبعد أيضا عن التقطير يعني ما يبقاش بخيل قوي اللي هو بالقطرة يعني يطلع الجنيه كده بالقطارة ولا يكون مصرف بقى لهو يعني يقولك فتحها البحر كده هو بيصرف ولا بيهمه وبقى إذا كان فعلا الحاجة دي مهمة هو محتاجها ولا ده شكل من أشكال الرفاهية المطلقة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فالإنسان يكون في هذه الحالة الوسطة يعيش إنسان بخيل يقتر على نفسه وعلى أولاده وما يكونش الإنسان مبزر بحيث أول ما يأخذ الراتب أول ما يجيله الفلوس في أيام معدودة يكون هذه الأموال يكون قد أنفقها ويستنى باقي الشهر أنه يستلف أو يأخذ من هذا أو يطلب من هذا وبعدين يجي الشهر الآخر يلتهم فيعيش الإنسان في حالة من الظروف والأمور الصغيرة في أثر لو الإنسان طبق الوسطية في الإنفاق على أسرته الصغيرة وبالتالي هتأثر على الأسرة الكبيرة أو المجتمع؟ أكيد طبعا الإنسان لما يعتدل في الإنفاق هو الإنسان عبارة عن بنية في المجتمع لما يكون هذه البنية في حالة من الاقتصاد والزكاء في الإنفاق بالتالي ده يكون أثر على الأسرة الأسرة هتسمع في العائلة وكذلك في الطبقات المجتمعية فهنجد أن المجتمع يعيش في حالة من الوئام وفي حالة من الاقتصاد وفي حالة من الرضا الإنسان لو رصد أكثر الأسباب المؤدية والعياذ بالله إلى الانتحار أو إلى قتل النفس سيجد أن هذا الإنسان زاد في إصرافه بزيادة باهظة كبيرة جدا حتى وصل به أن أكلت كل الطعام ولبست كل السياب وتمتعت بكل المتع ولا أجد حقيقة النعيم فبيحس أن الحياة بالنسبة لها لا تمثل له المراد ومشيدة حقيقة المتعة وحقيقة التلزم فبالتالي بيضحي بنفسه طيب